العنوان حول التظاهر بالأمس في تل أبيب لن نقبل الدكتاتورية عشرات آلاف الإسرائيليين خرجوا للشوارع احتجاجاً على سياسة الحكومة الإسرائيلية وطبعاً يعني رئيس بلدية تل أبيب قال أنه إذا انتهت الكلمات ستكون هناك أفعال ولم يوضح ما هي الأفعال التي ستقوم بها هذه المظاهرات وأيضاً يعني الطيار هدد بقتل نتنياو ووزراءه إذا ما نفدوا مآربهم وحولوا إسرائيل إلى دكتاتورية يعني عملياً رئيس بلدية تل أبيب ضعف جملة كلما ازداد تطرفكم للحكومة ستكون ردود الفعل من اتجاه المعارضة أكثر تطرفاً وثلث الإسرائيليين يتخوفون من حرب أهلية بسبب سياسة الحكومة ومحاولتها القضاء على القضاء في إسرائيل الكاريكاتير اليوم في صحيفة ماريب نرى نتنياو على عدة فرشات نايم مبسوط وتحته المظاهرات يعني عملياً رسام الكاريكاتير يريد القول أن نتنياو لا يكترث بما يدور في الشارع الإسرائيلي صحيفة هارث أيضاً اختارت عنوان المظاهرات في كافة نحاء البلاد ورئيس بلدية تل أبيب يحذر الشباك ارتفاع نسبة التحريض بشكل مقلق للغاية وعلى الشرطة والشرطة ستحقق كل من يحرض على المسؤولين أو الشخصيات الاعتبارية وطبعاً الطيار أيضاً هنا في صحيفة آرت راز هو أيضاً يعني دعا إلى قتل نتنياو الرئيس الفرنسي لنتنياو إسرائيل تنفصل كلياً عن الديمقراطية إذا ما نفذت مع ربعا وسنت قوانين تقل الصلاحيات المحاكم